هنتكلم دلوقتي عن موضوع شائع جداً والناس كتير بتشتكي منه وهو وجود ألام عرق النسا وهو اسمه عرق النسا وليس عرق النسا لأن من كتر ألمه ينسيك كل ما حولك من مشاكل بسبب هذا الألم فناس كتير بتبقى فاكرة أنه عرق النسا لأنه بيجي للسيدات فقط وده طبعاً إيه؟ تسمية خاطئة عرق النسا هو أو الصياتيك نورف ده جزء من مجموعة أمراض الانزلاقة الغضروفي القطني لأن برضو هشرح لكم أي عصب كبير في الجسم بيتكون من حاجة اسمها جدور عصاب جدور العصاب دي بتطلع من العمودة الفقري في مستويات مختلفة وتتحد طرفياً علشان كل جزء يعمل عصب معين الصياتيك نورف أو عرق النسا بيتكون بيخرج من الفقرات السفلة القطنية والعليا العجزية باختصار شديد بدون دخول في التفاصيل لما بيحصل انزلاق غضروفي إيه اللي بيحصل؟ إن الغضروف بيخرج من مكانه الطبيعي وبيضغط على جزور الأعصاب سواء في القناة العصبية أو عند مخارج الأعصاب في العمودة الفقري ففي الديستريبيوشن أو في أماكن جزور الأعصاب المكونة للصياتيك نورف أو عرق النسا بتتعملي أعراض الانزلاق الغضروفي المسمعة بعرق النسا زي الألام الشديدة في أسفل الظهر وأسفل الفخد والفخد من الخلف وقد تمتد هذه الألام إلى وش الرجل بيصحب طبعا هذه الألام تنميل شديد كل دي الأعراض اللي بنقدر نقول عليها الأعراض الشائع البسيطة لما بتزيد المشكلة ممكن يحصل لي حاجة اسمها سقوط قدمي السقوط القدمي ده إن وش الرجل ما قدرش رفعه الفوق وده طبعا حاجة بالبنب الفحص الإكلينيكي أحيانا ممكن توصل لضعف شديد في الطرف السببين الأخارة دول يستواجبوا جراحة عاجلة قبل كده اللي هو مراحل الألم أو التنميل كنت زمان بضطر برضو أعمل لهم جراحة لاستقصال الغضروف حاليا بالتقنيات الحديثة زي التقنية التدخل المحدود والتردد الحراري بقدر أعمل تسليك للعصب وتقليل التهاب الموجود على العصب بدون جراحة حالة نهارية ما بتاخد حوالي في حدود من نصف ساعة لساعة المريض بيخرج على طول التخلص من الألم بيبقى في بعض الأحيان بيبقى التخلص من الألم بيحصل بعض الإجراء تماما أحيانا بيعود حوالي من عشرة يام لأسبوعين يبتدي يقل في يوم الألم بالتدريج هشرح لكم دلوقتي بصورة مفصلة شوية التدخل المحدود بدون جراحة لعلاج ألم عير النساء دلوقتي ما بين الفقرات القطنية زي ما احنا قلنا بيبقى فيه حاجة اسمها النسيج أمامي وهو الغضروف ده اللي بيفصل الفقرات عن بعضها وبيمنع احتكاكها ببعض لما بيحصل انزلاق غضروفي وهو أن جزء من الغضروف بيخرج فيه القناة العصبية أو عند مخارج العصاب هو بيحصل فيه تشككات في الغضروف لأنه هو ما بقاش هالفي أو ما بقاش صحي فبالتالي المادة الزولالية المفروض أنها بتبقى جوة الغضروف وغير مسموح لها بالخروج بتخرج المادة الزولالية دي هي في الأصل هي كانت بتستخدم كممتص للصدمات فبحيث أن العمود الفقري يبقى فيه جزء مسموح له بالحركة المادة الزولالية دي بتلهب العصب فبالتالي تعملي الأعراض اللي أنا بشتكي منها زي الألم والتنميل نتيجة التهاب العصب العصب حجمه بيجبر زي أي حاجة بتلتهب بتجبر فبالتالي الضغط النسبي من الغضروف عليها بيزيد لأنها حاجة خدت مساحة أكبر من حجمها الطبيعي كان الأول الحل أن أنا بستقص للغضروف جراحيا فبالتالي الالتهاب ده مع الوقت بيقل وبيبقى الضغط قل فالأعراض بتروح علشان أتجنب الجراحة الكبيرة دي استخدمنا التقنية اللي هي تقنية التدخل للمحدود أو اللي هي منها التردد الحراري أو شفط الغضروف تقنيات كتير هنتكلم فيها دلوقتي عن التردد الحراري أنا بخش بإبر خاصة لها نوع من أنواع العزل متصلة بكابلات لجهاز التردد الحراري بقرب من الأعصاب المصابة ببتدي أعمل زبزبات وترددات كهربائية بتقللي الالتهاب اللي حصل في العصب فبالتالي لما الالتهاب بيقل حجم العصب بيرجع تاني الحجم والطبيعي فبالتالي الضغط النسبي من الغضروف بيقل فبالتالي الأعراض بتروح كل ده أنا استفدته إن أنا عملت إجراء في حوالي نصف ساعة لساعة لربع بالكتير بدون فتح إطلاقا بدون تخدير عام إطلاقا المريض بيقدر يخرج فيه نفس اليوم يمارس حياته الطبيعية بدءا من تاني يوم وتجنبت جميع المشاكل من الجراحة التقليدية في النهاية أتمنى أن أنا يكون وصلت لكم المعلومة بطريقة مبسطة وتمنى لكم الدوامة الصحة والعافية